السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجلت بالأمس حلقة بعنوان المرأة الإيرانية تحجب أو تحجب الملالي وتؤدي بالنظام للأسف الشديد كان هناك مشكلة بالميكرو وخرجت الحلقة بلا صوت اليوم لن أعيد الحلقة ولكني سأذكر شيئا منها من تجربتي ومعرفتي بطبيعة المجتمع الإيراني وسأضيف تعليقات وتعقيبات على آخر التطورات وما تابعته خلال هذا النهار في إيران تأخذ الكلمة من المرأة وليس من الرجل المرأة هي الكريمة هذه حقيقة المرأة هي الصادقة الرجل هو الكاذب الرجل هو البخيل لذلك المرأة لا تحب الرجل في إيران عموما النساء الإيرانيات إذا وثقنا بك يقولنا الحقيقة نحن لا نحب الرجل الإيراني ولا نثق بالرجل الإيراني لأنه كذاب وبخيل وضعيف حتى جنسيا هذا معروف أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل ولكن في الرجل الإيراني كل الأسباب التي تجعل المرأة تنفر منه وبالتالي أوضحت هذا الأمر لماذا المرأة الإيرانية تميل إلى الرجل العربي رغم كره الإيرانيين عموما للعرب ورغم الموقف السلبي القومي في إيران من العرب ولكن لأن الفرق واضح بين هذا وذاك في الحقيقة اتخذت المرأة قرارها لأنها وجدت التلاقض الفضيع في السماح بزواج المتعة زواج الصيئة وفرض الحجاب والكل يتابع في إيران الاختلاسات الكبرى بالمليارات للمتمسكين بالسلطة والمتنفذين بالسلطة الكل يرى ويعرف من الإيرانيين أن الرئيس المنتخب لا يحكم وأن الحاكم منزل من عند الله أي خامنئي يتخذ قراراته من الوهم المسمى المهدي والكل يعرف في إيران أن حال الناس وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها الناس تبيع أطفالها تبيع أعضائها البشرية لكي تعيش المخدرات منتشرة الفساد منتشر لا يوجد تقدم لا في مجال الزراعة ولا الصناعة ولا التعليم ولا شيء أصبح هدف كل إيراني الخروج من إيران والهروب من هذا الكابوس هذه هي الأسباب غير المباشرة للثورة في إيران اليوم اليوم نستطيع أن نقول أن المرأة بشكل عام هي الحاكم والحكم في المجتمع الإيراني رغم محدودية مشاركتها في السلطة من يعرف إيران يدرك بأن المرأة هي التي تأمر زوجها وهي التي تأمر ابنها حتى الأخت في البيت قرارها أعلى من قرار الأخ في البيت عندما تتحدث مع أبيها تتحدث بصوت مرتفع وبصيغة الأوامر وعندما تتحدث مع أمها تتحدث بصوت خافت وبصيغة التودد هذا واقع اجتماعي هذه ليست إهانة لإيران ما أقوله لا أقصد منه إهانة شعب هذا مجتمع أبومي نحن مجتمع أبوي رجولي هذا الفرق في المجتمعين ولذلك هناك فرقات ثقافية كبيرة بين الشعب العربي والشعب الإيراني الإيرانيون يعتبرون أنفسهم من العرق الآري الألماني البريطاني هذا العرق هم يعتبرون بأنهم غربيون يعيشون في الشرق نظرة فوقية نظرة فوقية يعتبرون أنفسهم غربيون يعيشون في الشرق ويجب أن يكونوا أسياد الشرق وإمبراطورية الشرق ويحملون كل هذا الحقد الدفين على من هزم إمبراطوريتهم في الشرق ولذلك هذه أمراض لا يمكن أن تعالج لا بالحوار ولا بسنوات قليلة هذه تحتاج إلى أجيال من ثقافة مختلفة أجيال متعلمة أجيال لديها مناهج تعليمية متصالحة مع الآخر غير عنصرية وهذا غير متوفر في إيران وغير موجود في إيران في العالم العربي لا أحد يكره إيران لا أحد يحقد على إيران بدأنا نصفق للثورة الإيرانية لحرية الشعب الإيراني لمصلحة الشعب الإيراني لرفاهي الشعب الإيراني لا نكرههم لماذا نكرههم ولكنهم يكرهوننا لكنهم يكرهوننا للأسف بدلا من أن تتحول الأحزاب العربية المتحارفة مع إيران الحجر الشعبي وحزب الله وحماس وكل هذه بدلا من أن يتحولوا إلى جسر لتحسين العلاقات العربية الإيرانية تحولوا إلى مخالب بيد الوحش الإيراني يعبر فيها عن حقده وكرهه لأمتنا العربية والإسلامية الدين في إيران ليس هو التشيع كما يعتقد الغالبية العظمى من الناس هو دين آخر غير الإسلام وغير التشيع لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالتشيع لا من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية من الناحية الدينية يعتقدون ما لا يعتقده الشيعة العرب الشيعة يعتقدون ما لا يعتقده هؤلاء من الناحية السياسية يعاملون الشيعة العرب معاملة العدو لأنهم عرب حتى يعاملون الشيعة الأتراك الأذريين معاملة العدو رغم أنهم أتراك غير فرص أغيار هي النظرية اليهودية غير يهود قتلوا غير يهود الأغيار نظرية الأغيار من هو يهودي ومن هو غير يهودي هذه هي قمة النظرة العنصرية للأمور موجودة في إيران متوفرة في إيران مزدهرة في إيران هذه النظرة البغيضة بالتالي دولة تحمل كل أشكال العداء والحقد التاريخي على أمتنا لا بد من مصالحة تاريخية مع هؤلاء ولا بد لأناس صالحون لإجراء هذه المصالحة التاريخية أعتقد أن شاه إيران كان رجلا صالحا لمثل هذه الأفكار ومثل هذه المشاريع لكن الغرب لا يريد ذلك الغرب يريد نظاما كهذا النظام يخرب إيران أولا ثم يبدأ بمشروع ضرب العالم العربي والإسلامي من الخلف كالطابور الخامس من خلف خطوط العدو الغرب لازالة يعتقد بأن هذه الأمة العربية والإسلامية يجب أن لا تقف على أقدامها لأنها ترعبه هذا الغرب لا ينسى بأن هذه الأمة حكمت العالم أكثر من 1400 عام رغم كل الويلات وكل الثغرات وكل الأخطاء إلا أن المسلمين حكموا العالم هذا الغرب لازال يخشى من الدين الإسلامي لأنه دين الفطرة والدين المقنع للعقل وهم يعرفون ذلك ويخشون من أن يمتد إلى بلادهم ويقنع الناس ويخطف الناس من عقائدهم الحالية لذلك هم يحاربون الآن هذا المارد النائم حتى لا يصحوا حرب استباقية بكل معنى الكلمة ومن يعتقد بأن الغرب لا يهمه إن تغير النظام أو لم يتغير اسمحوا لي أن أقول بأنه لا يملك رؤية كاملة رؤيته فيها قصور الغرب يدعم إيران من تحت الطاولة الأمثلة كثيرة هل يستطيع أحد أن ينكر ذلك؟ الغرب دعم النظام الإيراني حتى عندما كانت الحرب قائمة بين عراق وإيران الغرب على رأسه الولايات المتحدة قدم المليارات لإيران بالطائرات شحنها شحنا لأنه بحسب القوانين والعقوبات لا يستطيع أن ينقلها عبر البنوك الغرب يبحث عن وسيلة لكسر العقوبات الأمريكية وتمرير المال والتجارة مع إيران والتعامل مع هذا النظام أقصد بالغرب هذا الدول الأوروبية للأسف الشديد الآن فرصة الآن فرصة لأن إيران انحازت لروسيا وروسيا تنهزم في أوكرانيا فرصة للعرب وفرصة للشعب الإيراني أن تغضب الولايات المتحدة وأن يغضب الغرب وأن يترك هذه الهواجس وهذه المخاوف وهذه الأحلام جانبا أحلام الضربات الاستباقية للمارد الإسلامي والعربي النائم هذه أحلام يجب أن يتركها الغرب أن تتركها الدول العميقة في الغرب أن تتركها أجهزة المخابرات في الغرب أن تتركها وسائل الإعلام الغربية يجب أن يتركوا هذه الهواجس ويقتنعوا بأن هذا النظام أصبح يشكل خطرا على العالم لأنه وقف مع روسيا التي تهدد العالم بالسلاح النووي والتي غزت أوكرانيا وأن هذا النظام قد ملأ العالم بالمخدرات والكيبتاجون وبأن هذا النظام هو الذي كان يدعم الإرهاب من القاعدة إلى داعش إلى النصرى إلى النظام السوري إلى كل الأنظمة والحركات والأحزاب الإرهابية في هذا العالم يجب أن يصل العالم المتحضر إلى قناعات مشتركة بتحديد طبيعة النظام الإيراني النظام المتخلف في إيران رحمة بهذا الشعب الذي شبع ظلما رحمة بأطفال إيران رحمة بالشعوب في إيران وحقوقها الثقافية والإنسانية والسياسية والسيادية رحمة بكل هذا الآن تكثر الجروبات الحوار العربي على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الكرب هاوس وأنا يدعوني الكثير منهم للمشاركة أدخل أحيانا مستمعا للأسف الشديد هذا هو الوقت المناسب لكي نحرض على ثورة حقيقية في بلادنا ضد أذناب إيران العراقيون يجب أن ينطفدوا الآن وهذا هو الوقت المناسب لأن ينطفدوا في وجه ميليشيات إيران متحارفين مع دولتهم وجيشهم اللبنانيون كذلك هذا هو وقتكم المناسب للتعبير عن إرادة شعوبكم الإحتماء بالجيش والثورة ضد حزب الله يجب إنهاء الوجود الإيراني والنفوذ الإيراني في البلاد العربية من اليمن إلى لبنان إلى فلسطين هذا هو الوقت المناسب في غزة لكي ينطفد الناس على عملاء إيران آتي هنا إلى وفاة يوسف القرضاوي الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله يوسف القرضاوي صحى متأخرا وقالها قبل عشر سنوات أننا وثقنا بإيران وصدقناهم لكنهم كذبون ولديهم مشاريع لتشيع السنة ولديهم مشاريع للتوسع ولديهم مشاريع لتدمير الأمة العربية قال هرقرضاوي معبرا عن رأي جناح في تنظيم الإخوان المسلمين لكن هذا الجناح بقي ضعيفا الجناح الأقوى هو الجناح الذي يدير التنظيم الدولي ويتحالف مع إيران وهو الذي يدير قناة الجزيرة هذه القناة التي غسلت أدمغة الناس وأفهمتهم بأن إيران تقف معكم ضد إسرائيل وصدقت الناس الجزيرة الجزيرة مشروع غربي لا يختلف عن مشروع إسرائيل ومشروع نظام الملاني ومشروع الإخوان المسلمين مشروع غربي مشروع غربي جاء ووضع في قطر لكي يكون مقنعا ولكي تمر الخديعة لو وضع في إسرائيل لم استمع له أحد كما هي القاعدة الأكبر في المنطقة القاعدة الأمريكية البريطانية موجودة في قطر لو وجدت في إسرائيل لكان هناك ردود فعل كثيرة على قيامها بقصف العراق وقصف أفغانستان وقصف بعض المناطق العربية والإسلامية ولكن أوجدوها في قطر قطر هي لعبة دور إسرائيل الجديدة إسرائيل لا تستطيع أن تقوم بكل الأدوار التي يريدها الغرب ولذلك اخترع إسرائيل جديدة هي قطر فوضع فيها أكبر إمبراطورية إعلامية وأكبر قاعدة عسكرية فالقرضاوي اعترف بعد عشرين عاما واعتذر ولكن تنظيم الإخوان المسلمين وقناة الجزيرة والمشروع الغربي في قطر لم يعترف ولم يتراجع بقي إلى الآن ووسائل الإعلامية العربية كلها كلها التي يتحكم فيها الأغبياء وليست المواهب كلها لازالت تردد عندما تأتي وكالات الأنباء العالمية وترسل لنا خبرا أن هناك تهديدات إسرائيلية لإيران نبدأ ببث الخبر وباستقبال الضيوف للتعليق على الخبر غلط خطأ أنتم تعرفون أنه لا يوجد تهديد إسرائيلي لإيران ولا يوجد تهديد إيراني لإسرائيل واللت والعجن والكلام الفارغ هذا في الإعلام العربي يساهم في زرع أفكار خاطئة في العقل العربي والوعي العربي الإعلام المتخلف ساهم أيضا في هذه الحالة المقيتة التي نعيشها حالة الانقسام في الرأي العام وحالة التشوش في عقود الناس رحم الله يوسف القرضاوي لأنه قال كلمة حق قبل أن يموت قال كلمة الحق قبل أن يموت وأتمنى الحقيقة على كل الإجروبات وكل المنتديات وكل الكلاب هاوسز وكل حلقات الحوار الرائعة في منها رائع ومنها مشين لكن بمعظمها رائعة أتمنى عليهم أن يحرضوا على ضرورة أن تتحرك الناس في الشوارع ضد إيران أينما كانوا ضد سفرات إيران يجب دعم هذه الثورة ميدانيا إعلاميا بكل ما أتينا من قوة العرب عليهم أن يدعموا الأحواز العرب أفغانستان عليها أن تدعم البلوش تركيا عليها أن تدعم الأتراك الأذريين هي وأذربيجان هذه هي الفرصة المناسبة الأكراد في شمال العراق عليهم أن يدعموا الأكراد في جنوب إيران هناك مناطق الآن لا يستطيع لا الجيش الإيراني ولا الخرس الثوري ولا البسيج الدخول إليها هناك هروب حقيقي لقيادات في النظام الإيراني تنقل في أماكن تواجدهم تمويه وأصبحوا يتواجدون في أماكن سرية القيادة العليا هناك انقسام في النظام الإصلاحيين استبعدوا كليا من السلطة استبعدوا كليا من كل مؤسسات النظام هذه فرصة سانحة المرأة التي هي جوهر المجتمع وقوة المجتمع وأداة المجتمع القوية في التغيير تقف الآن ضد النظام هذه فرصة سانحة ولن تأتي فرصة أفضل من هذه الفرصة لإسقاط النظام الإيراني إذا ضيعنا هذه الفرصة قد نمد بعمر هذا النظام لعشرات السنين إلى الأمام وهذه ستكون كارثة هذه فرصة على كل المعنيين أن يتلاقوا يتشاوروا يضعوا خطط عمل كل يدعم جماعته في إيران حتى نتخلص من هذا النظام الذي ملأ الدنيا إرهابا وجورا وظلما ومخدرات وزواج متعة وموبقات تضرر منها الجميع أتمنى أن يكون لهذا الكلام وقع في نفوس المسؤولين والقادرين على فعل هذا الدعم وليس فقط لدى الرأي العام المتحمس الرأي العام أنا أحترم وجوده ودوره ولكن القرار يبقى بيد أصحاب القرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر